حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة أن جدامة بنت وهب حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يصنعونه فلا يضر أولادهم حان أبو سلمة الخزاعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر أولادهم حثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا أبن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية وكانت من المهاجرات الأول قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئلة عن العزل فقال هو الوأد الخفي حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود فذكره موسيقى